طبحة ثلاثة وخمسين عدنا موضوع يقول لي أسبوع العودة للمنزل العودة أشبه بالعودة السعيدة العودة الجميلة للبيت أسبوع العودة في للمنزل هست راح نشوف شون الموضوع يقول لي هنا أي اقرأ لي تتفحص وتدقق أو تتأكد من أجوبتك أي لي تمريناي راح نشوف عدنا هنا وليد وعدنا سين وليد وسين هسا هذور الأشخاص الاثنين واحد جاي يتحدث للثاني راح نشوف هسا الحوار ليدار بيناتهم وليدش قال له يقول له أنا حقا أتطلع لاحظوا عزيزي إحنا عدتنا قاعدة ورد دائما يجي الفعل مصدر مصدر هو فعل خالي من هي إضافة بس هنا التعبير بس هنا تبقوا لي هذا شوية يجي وراء شنو يجي وراء كلمة تأخذها كلمة تأخذ هذه انتبهولها عزيزي انتبهولها لأنه تأخذ شنو تأخذ وليس فعل مجرد لأنه يتطلع إلى طيب يتطلع إلى العودة في نهاية الفصل الفصل الدراسي هل سوف تعود تعود إلى جمهورية أرلندا سين طبعا هذا وليد يحجي سين إش قال له سين إنني باقي أنا باقي هنا في شهر تموز ولكني سوف أعود إلى المنزل في شهر يجب علي أن أذهب عند ذلك عند ذلك يعني عند ذاك لأنه أسبوع العودة إلى البيت وليس قال له ما ذلك هو ما ذلك شنو هذاك هذا اللي welcome home back آآ welcome home week طيب سين إش قال له حسنون الكثير من الناس آيرلندين live and work live and work يعيشون ويعملون abroad في الخارج يتبني الناس آآ آيرلندين so must towns have a special week in the summer when people come home to visit their families يقول له سام آآ عفو يقول له سو لذلك must sounds أغلب المدن أغلب المدن البلدات آآ have a special week يعني تسوي اسبوع خاص اسبوع مميز عندما الناس come home يعودون للمنزل يعودون للوطن للمنزل للبيت لزيارة عوائلهم يقول هم يقيمون يقيمون يسوون آآ أحداث آآ خاصة للحفلات الموسيقية ومنافسات رياضية منافسات رياضية وليد قال هل أي أحد آخر في عائلتك يعود أو يكون عائدا للبيت للمنزل سينج قال إيا قل نعم عمي سوف يكون عائدا للبيت للشهر بأكملي هو عامل آآ عامل في مجال النفط عامل نفط آآ 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 يعمل في القلف يعمل في الخليج وانا لمرة هو لمدة طويلة هاي نوع من الآلات الموسيقية آآ آآ نفخ نوع من المزامير ناتج يعزف على هاي الآلة الموسيقية آآ في فرقة باند هنا تجي فرقة في فرقة آيرلندية ونحن سوف نكون عائدين أو ذاهبين لبعض لحبور بعض الحفلات الموسيقية طيب ذلك يبدو طيبا ذلك يبدو حسنا طيب يأتي يعود للمنزل كل صيف لمدة أسبوعين اثنين هو عامل شو تقول عامل إغاثة ويقدم عامل يعني شخص موظف يشتغل يقدم تقديم المعونات والمساعدات in africa ولكنه يحب العودة للمنزل لكي يلتقي بشنو بأصدقاء المدرسة القدامة القديمين يقول إني أتوقع إني أتوقع أنه شنو أنه سوف يلعب هاي نوع من الفوتبول نوع من كرة القدم معهم ليس فقط ذلك بل إن أمي يعني هنا تجي منفعلة أو فرحة متحمسة لأن خالتي ميري قادمة يعني قادمة من الولاة المتحدة مع أبن عمي مايف قادمة جاية خالطة من الولاة المتحدة مع أبن عم مايف طيب هل هم جميعا سوف يقيمون معكم يبقون معكم فقط يعني لمدة أيام قليلة خالة ميري أو العم ميري هي شنية هي معلمات أو مدرسة تاريخ هي سوف تقوم بتقديم خطاب خطاب أو يعني عرض أشبه بالتقديم يعني تتكلم سوف تلقي خطابا أو تتكلم يعني تلقي كلمة عن تاريخ المدينة ثم هم سوف يعودون دبلين على إحدى المدن المدن الموجودة بإيرلندا مايف is performing in an irish dancing competition there يقول مايف يقوم بتأدية عند فد أداء معين ضمن المنافسات يعني لازم يؤدي بالمنافسات الرقص الآيرلندية اللي موجودة هناك يعني راح يشارك بيها طيب وليد that's a lot of people in one house يقول ذلك يعني كثير من الناس في بيت واحد إنه عادي حيث أنني يعيش في المكان اللي يعيش بي طيب يقول لي هنا يقول read the rules and find examples اقرأ القواعد and find examples ويجد الأمثلة ثم نقوم بحل التمارين B و C في كتاب النشاط مالتك هذا المربع عدنا زمن المستقبل المستمر Future Continuous Future Continuous tense زمن المستقبل المستمر من شنو يتكون شوكت نستخدمه شلون نسأل وشلون ننفي زمن المستقبل المستمر التكوين will be زائد verb ing الاستخدام اولا نستخدم زمن المستقبل المستمر في حدث رح يكون مستمر في فترة معينة في المستقبل مثلا سألتك باتر الساعة بالتسعة صباحا شو رح تسوي رح تجاوبني tomorrow tomorrow at 9 a.m. I will be visiting my friend غدا الساعة التاسعة صباحا أنا سوف أزور صديقي tomorrow I will be studying hard غدا أنا سوف أدرس بجد ثانيا عندما يكون أكو حدث مستمر بالمستقبل وبعدين يجي حدث ثاني بقطعة I will be waiting for you when you arrive tomorrow أنا سوف أنتظرك عندما تصل غدا السؤال والنفي What will you be doing tomorrow afternoon ماذا ستفعل غدا للعصر I will be playing tennis أنا سوف ألعب التنس أو ممكن يجي السؤال الطريقة أخرى Will you be playing tennis tomorrow afternoon هل سوف تلعب التنس غدا للعصر الجواب يكون أما Yes I will be playing tennis tomorrow afternoon أو No I won't be playing tennis tomorrow afternoon I'm really looking forward to going home at the end of term What about you Will you be going back to Ireland I'm staying here in July but I'll be going back home in August I have to go then because it's welcome home week What's that Well a lot of Irish people live and work abroad so most towns have a special week in the summer when people come home to visit their families They put on special events like concerts and sports competitions Is anyone else in your family coming back home Yes My Uncle Patrick will be coming home for a whole month He's an oil worker out in the Gulf and I haven't seen him for ages He plays the flute in an Irish band and will be going to some concerts That sounds good Yes And my cousin Niall comes home every summer for two weeks He's an aid worker in Africa But he loves coming home to meet up with his old school friends I expect he'll be playing Gaelic football with them Not only that but my mother is excited because my Aunt Mary is coming over from the United States with my cousin Maybe Will they all be staying with you? Only for a few days Aunt Mary is a history teacher and she'll be giving a talk on the history of is performing in an Irish dancing competition there That's a lot of people in one house It's normal where I live Lesson 7 Listen to the conversation and complete the notes about Sine's family I can continue to conversation and continue about 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 family Sine Then read the conversation and read the conversation on student book about the book الطالب page 53 53 53 and check your answers وتحقق أو تفحص تحقق من أجوبتك طيب هنا عندنا Uncle Patrick العم Patrick cousin Nial Aunt Mary Cousin Maeve Cousin Maeve طيب Where they live أين يعيشون Their job وظيفتهم مدة بقائهم أو إقامتهم ماذا هم سوف يفعلون ساكن بالخليج عامل بالنفط عامل النفط مدة إقامة شهر واحد ماذا يعني ماذا سوف يفعل سوف يعزف في الحفلة حفلات الموسيقية طيب Cousin Cousin africa عامل مساعدة عامل على المعونات يشتغل بالتقديم المعونات والمساعدة مدة قامتها 2 weeks اسبوعان اثنان ماذا راح يسوي playing guilic football playing guilic football لعب high guilic football نوع من الكرة القدم طيب aunt mary الخالة أو العم mary وين ساكنة بالولايات المتحدة شن شغلتها history teacher مدرسة ومعلمة التاريخ اقامتها few days أيام قليلة giving a talk شن ماذا راح تلقي خطاب تقدم الخطاب اه اشبه بالخطاب بالعرض امام الجمهور اه قامت عدة أيام ايش راح يسوي راح يقوم بالمنافسة على الرقص الايرلندي منافسة على الرقص بالنسبة للرقص الايرلندي طيب ماش اربط اووصل بدايات ونهايات الجمل انا لدي امتحان غدا لذلك انا سوف اكون شنو ادرس طوال الليل طيب اش راح يكون بهم يلعبون كرة القدم سوية طيب هل انت سوف تكون شنو going to the concert ذاهبا الى الحفلة الموسيقية هو ذاهب الى الجامعة في مدينة اخرى لذلك هو سوف لن يكون شنو ساكنا في المنزل في السنة القادمة طيب انا لدي الكثير من الزوار غدا لذلك انا سوف اكون شنو cooking all day اطبخ طوال اليوم اطبخ طوال اليوم انتهى هذا التمرين عزائي مع صيغة المستقبل المستمر مع صيغة المستقبل المستمر للافعال بين الاقواس راجع او انظر راجع الصندوق اللغوي لمساعدتك طبعا هنا عدنا اجدادي هنا الهاف هو شنو الشي جيب لي خاف بالامتحان دير بالكم عزائي هنا بالامتحان احفظ صيغة المستقبل المستمر راح يجيب لي بين قوسين فعل وانا اش اساوي ادخل علي الويل هنا اخلي الفاعل الفاعل بعدين اخلي الويل ثابتة البي ثابتة واخلي الفعل وش انطي انطل الفعل في نهايته هنا الهاف بما انه الهاف منتهي فتحذف وتضاف ال اذا كانت بالاخير وتعرفون هذا الموضع خطور سابقا ب مراحل سابق حالات الاضافة ال انتو ترون ان شاء الله ان شاء الله اشرح لكم سوف يقيمون يقيمون حفلة كبيرة الاسبوع القادم في بيتهم في لندن سوف يطيرون الى لندن لمساعدتهم في للاعداد فيها اللي يتعايد علي منعز عايد على الحفلة يعني ساعدتهم في اعداد الحفلة ونحن سوف ننضم اليهم بعد ذلك انني متحمس جدا لانني سوف ارى سوف اكون يعني مشاهدا ل ابناء عمي وبنات عمي لمدت سنوات طويلة لمدة سنوات صار هو ما شايفهم طيب نحن 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 نبقى نقيم في لندن يقول احنا مرح نرجع للمنزل رأسا بعد انتهاء الحفلة نحن سوف نبقى او نقيم لندن سوف نكون مقيمين في لندن لمدة اسبوع اخر اشتركوا في القناة